أهلا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة الماضية تحدثنا عن مسألة خلط الأسماء في القرآن بين اسم مريم أم المسيح ومريم بنت عمرام أخت موسى وهارون وقدمنا الفرضيات عفوا والاحتمالات لبعض الباحثين في الحلقتين السابقتين كالأستاذ جيوم دي والأنتروبولوج الألماني جوزيف هنينجير والأستاذ سليمان مراد وكلها محاولات لحل إشكالية خلط اسم مريم أم المسيح وأخت هارون لتقديم خلاصة للموضوع يجب أن نطرح سؤالا مهما هو هل صاحب القرآن لا يعلم بقصة مريم أخت موسى في التوراه حتى يرتكب هذا الخلط الفادح؟ قبل أن نرد على هذا السؤال ثم نحل النتائجه نلاحظ كما سبق وأن أشرنا إلى أن شخصية موسى هي شخصية محورية والأكثر ذكرا في القرآن من أي شخصية نبوية أخرى بما يناهز 137 مرة بينما محمد لم يذكر سوى أربع مرات فقصة موسى الرسمية كما هي في التوراه في صفر الخروج تجد لها شبيهات في مقاطع مبعثرة في عدة صور من القرآن هذا الكم الهائل من الآيات التي تستحدث عن موسى في القرآن لا يعطينا انطباعا على أن صاحب القرآن يجهل شخصية مريم أخت موسى وهارون وخاصة عندما نجدها مذكورة في الآية 11 من صورة القصص وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون فالقرآن كعادته لا يذكر أسماء النساء فقط لاستثناء الوحيد هو ذكر السيدة مريم أم المسيح فعندما يشير لسيدة في قصص الأنبياء يستخدم لفظ مرأة أو عبارة مرأة فلان أو أم فلان أو أخت فلان أو بنت فلان إلى آخره ومريم أخت موسى لم تكن استثناءا لكن دورها المهم في قصة موسى مذكور في هذه الآية حيث كانت تتقصى أثار أخيها من بعيد دون أن تلفت الأنظار إليها وهذا ما جاء في التوراة سفر الخروج الإصحاح الثاني العدد أربعة ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به إذن صاحب القرآن يعرف جيدا مريم أخت موسى وهارون ودورها الأساسي في القصة والسؤال المطروح بماذا خرج القرآن عن المألوف في جعل مريم أم المسيح بنت عمران في صورة التحريم الآية 12 وأمها هي مرأة عمران في صورة آل عمران الآية 35 رغم أن أبو مريم اسمه يواقيم وأمها حنة كذلك لماذا لقبت أم المسيح بأخت هارون في صورة مريم الآية 28 بعد قراءة كل هذه الدراسات حول هذا الموضوع يتضح حسب رأي ما يلي اختيار صاحب القرآن للقب عمران دونا عن باقي الأسماء لدلالة مهمة سنرى ما هي أولا اسم عمران هو في الأصل عمرام وهذا الاسم معناه باللغة العبرية الشعب العالي أو الرفيع وفي اللغة الآرامية كذلك مشتق من كلمتين عما بمعنى عم أو شعب وكلمة راما بمعنى رفيع جليل سامي وبما أن اسم يواقيم والد مريم أم المسيح ليس مذكورا في الأناجيل الرسمية فصاحب القرآن ذهب في اتجاه التعميم فمهما كان اسم أبو مريم فهو عم جليل عم صالح من عائلة تقية أو شعب محافظ أو أم مؤمنة تخاف الله ولهذا جاء في تعبير رجال الدين اليهود في القرآن عند الآية 28 من سورة مريم ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية يعني أب صالح وأم شريفة عفيفة ولهذا اختار مريم ابنتهما واستفاها على نساء العالمين كما جاء في سورة آل عمران لآية 42 أما بالنسبة لتغيير كلمة عمرام لكلمة عمران فهذا من باب التعريب واختلاف النطق في اللهجات فكلمة موسى في الأصل هي موشي إبراهيم في الأصل أبراهام عزير في الأصل عزرى وهكذا ربما يقول قائل لو اقتنعنا بهذا الطرح من باب الفرضية فلماذا جاءت عبارة أخت هارون في سورة مريم الآية 28 الجواب يكمن في كون السيدة حنة والدة مريم بين قوسين امرأة عمران تدرعت لله أن يرزقها بذرية وقالت في تدرعها ربي إني ندرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم الآية 35 من آل عمران بمعنى أنها ندرت ما في بطنها أن يكون خادما للرب وخدام الرب والكهنة عند بني إسرائيل من اختصاص هارون أخ موسى وذريته كما جاء في التوراة سفر الخروج الإصحاح 28 والإصحاح 40 واللاويين 8 وبالتالي خدام الهيكل على العموم لهم انتماء عائلي ومهني لهارون أخ موسى وبما أن مريم تربت في الهيكل مع رجال الدين فعبارة أخت هارون جاءت بحسب النص القرآني في إطار استجواب مريم من طرف رجال الدين الكهنة بما جاءت به من حمل غير شرعي كما تدل الآية 27 من صورة مريم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا وكذلك لتضخيم المعصية لكونها ليست فقط من أبوين صالحين وكذلك تربت في الهيكل كأخت لهم في الخدمة تربت بينهم وعلى أيديهم ومن هنا جاءت تعبير أخت هارون لإدانتها بشدة ما أتت به من حمل غير شرعي لا يعرف له أب في قصة حمل مريم أم المسيح بحسب الأناجيل الرسمية لا توجد مثل هذه المحاكمة من أهلها وعشيرتها نظرا لوجود يوسف النجار خطيبها وهو في الحكم زوجها والمسؤول الأول عنها والنص القرآني لا يشير لشخصية يوسف النجار لا من بعيد ولا من قريب بل بالعكس محاكمة مريم تدل على عدم وجود يوسف النجار بصفته خطيبها لا لشيء إلا ليثبت معجزة الحم الرباني وإزالة أي شك في أن يكون يوسف النجار الأب الحقيقي للمسيح فتصادف معنى اسم عمران أو عمران العم الصالح بكون هارون أخ موسى ومريم من درية عمران فأصبحت أي مريم أم المسيح من آل عمران هي وابنها وكذلك موسى وهارون ومريم وأختهما ولهذا جاء في سورة آل عمران الآية 33 إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ما يجمع هؤلاء هو الاستفاء إذن خلاصة القول هي أن الإشارة إلى عمران وهارون يجب أن تحمل على المجاز لتبرير وجود المحاكمة للسيدة مريم من قبل رجال الدين اليهود وتعزيز قوة معجزة الحمل الرباني دون زرع بشري أو حتى مجرد إمكانية اشتباه فيه وهذا الطرح قد يكون مستوحاة من الموروط العربي النصراني الذي كان موجودا في عصر محمد ولا دليل حتى الآن عليه أو هي مجرد نظرية لاهوتية لمولد المسيح العجائبي من صاحب القرآن نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر